إذن مشاهدين تحت ضغط من أوكرانيا تقترب الولايات المتحدة من التوصل الاتفاق لمنح كياف صواريخ كروز بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى عمق روسيا في خطوة طال انتظارها مسؤولان أمريكيان أكدان لرويترز أن إدارة بايدن بدأت بالفاعل بدراسة منح أوكرانيا هذه الصواريخ التي توفر لها القدرة على استهداف مواقع روسية تقول أوكرانيا أنها مطارات عسكرية تنطلق منها المقاتلات لشني هجمات صاروخية على أوكرانيا تقارير أمريكية نقلت عن مسؤولين أيضا أن واشنطن تبحث سبل إسناد القوات الأوكرانية المتواغلة في كورزك للتفاضي على المواقع التي سيطرت عليها لكن حتى الآن لا توجد استراتيجية مجومية أوكرانيا واضحة من الممكن دعمها أيضا من أمريكا إلى ألمانيا التي حقيقة تعتزم منح أوكرانيا ست منظومات دفاع جوي إضافية من طراز آيرس تي اس أل أم وأضاف المصدر أن برلين تخطط لشراء ست منظومات أخرى من الطراز ذاته لسلاح الجو الألماني لكن السؤال هو ما هي قدرات منظومة الدفاع هذه نظام الدفاع الجوي الأرضي طراز آيرس تي اس الأم يتكون من عدة مكونات ما هي رادار مركز قيادة ثلاث قارفات صواريخ محمولة على شاحنات كما نتابع يمكن لأحد هذه الأنظمة حماية مدينة متوسطة الحجم الرادار الموجود في النظام يعمل بدورة 360 درجة ما يعني أن لديه القدرة على التصدي للهجمات من جميع الاتجاهات والتصدي لأهداف متعددة في نفس الوقت أيضا يمكن لهذا النظام إطلاق النار على أهداف يصر اتفاعها إلى 20 كم ومدى 40 كم عن هذا النظام كتبت الشركة المصنعة يمكن للدفاع الجوي الأرضي على وجه الخصوص حماية مناطق بشكل دائم على مدار فترة طويلة لهذا النظام مشاهدين أيضا قدرة على صد الطائرات المقاتلة والمروحيات والصواريخ من نوع كروز بالإضافة إلى المدفعيات الصاروخية والصواريخ المضادة للرادار والقنابل وأيضا طائرات كاميكازي الإيرانية التي تستعملها روسيا في حربها على أوكرانيا